بالتأكيد خلاص فيه توقف للدوري فيه راحة له معظم أو لكل الفرق طبعا فرق الدوري الممتاز ولكن لمعظم اللاعبين عشان فيه مجموعة لعبين أخرى انضموا له المنتخب المصري الأول وأيضا انضموا له المنتخب الأولمبيين المنتخب المصري الأول مع الكابتن حسام البدري هو أول لقاء للكابتن البدري مع لعبي المنتخب منذ توليه المهمة رسميا هذه هي المهمة أو هذا هو الأمر الأول للكابتن حسام البدري مع منتخب مصر الأول النهاردة تجمع لعبي منتخب مصر مع الكابتن البدري فيه معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بوتسوانا المعسكر الكابتن حسام البدري فضل النهاردة انه يكون فيه راحة للعابين اكتفى بتدريبات استشفائية فيه اليوم الأول وعشان يرحم اللعيبة شوية ويريحهم من فكرة الإجهاد بعد ثلاث جوالات صعبة جدا فيها الدوري المصري الممتاز أمر جايد جدا من الكابتن حسام البدري كان مهم جدا لقاءه باللعيبة الأول كان مهم جدا لو يتكلم معهم فيه بداية المعسكر ولكن التدريبات المهمة أو التدريبات اللي بيسموها تدريبات عنيفة وفيها جدية مع الكابتن حسام البدري والليعرف الكابتن حسام البدري والليتدرب مع الكابتن حسام البدري الكابتن حسام البدري ما بيرحمش في التدريبات تدريباته دايما صعبة تدريباته محتاجة نفس ومحتاجة شغل بدني كبير جدا عشان كده الكابتن حسام البدري فضل النهاردة تكون راحة وبكرة نبدأ الجد بكرة نبدأ التدريبات القوية جدا ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر الاول مع الكابتن حسام البدري ملحوظة بسيطة كده قبل ما خش على المنتخب الولمبي النهاردة ومبارح الناس كده بتتكلم على قائمة الكابتن حسام البدري الاولى لمنتخب مصر وبدأ كل الناس يقولوا طب ليه دا ما اتاخدش طب ليه دا بيتاخد دا اللاعب دا كان افضل وبيقدم مستوى جيد طب اللاعب دا ما شفناهوش بشكل كويس صعب جدا انك تحكم على مدير فني لمنتخب منتخب اي منتخب في العالم مش منتخب مصر بس فاول معسكر ليه واول قائمة يختارها هو اختار دا ليه وما اختارش دا ليه سيبوا الراجل يشتغل شوية وبالتأكيد هنحزبه ومش هقولكم نحزبه في الاخر لأ هنحزبه في النص عشان احنا جربنا قصة انه مدرب يروح ما ياخدش لعيبة مهمة زي هكتور كوبر ولا الراجل اجيري وبالتأكيد هنقول يا ديتو كان نخد اللاعب دا ازاي ما خدش عبدالله جمعة ازاي ما خدش فلان الفلان ازاي ما خدش اللاعب العيلان لا احنا نجي نتكلم مع كابتن حسام البدري ونقول له كان اللاعب دا يقدم مستوى كويس بس مش هنتكلم مع ان احنا نهاجمه احنا هنقول له والله اللاعب دا يقدم شغل كويس ولا مش احنا نقول يعني مش كل جماهير الكرة اللي بتتكلم فيه ناس محاللين فنيين فيه ناس خبراء عندهم قراء ممكن في وقت من الاوقات يقول الكابتن حسام البدري ما فيش مانع لو بصيت على اللاعب دا اللاعب دا كويس ممكن تشوفه ممكن تاخده المنتخب واللاعب دا ممكن لا يصلح ليه التواجد مع منتخب مصر ولكن الان الكابتن حسام البدري الان وكل الوقت هو حر تماما في اختيارات فقط احنا بننبه فقط احنا بنقول ملحوظات ولكن كابتن حسام البدري هو اللي يحاسب في النهاية على هذه الاختيارات وبالتأكيد قبل هذه الاختيارات سيحاسب على النتاج اللي هيحققها وان شاء الله كل التوفيق ليه مع جهاز معاون رائع زي ما هو ايضا مدرب رائع في الفترة القادمة مع منتخب مصر